الكلمة الآن لسعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الليان وزير خارجية مملكة البحرين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أصحاب الفخامة والسمو والمعاني والسعادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني في بداية كلمتي أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لكم جميعا بالتوفيق والسداد بما يسهم في خروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تعزز التعاون والشراكة بين دولنا لما يعود بالخير والنمى على جمهورية العراق وشعبها الشقيق ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعبا بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله على كرم الضيافة وحسن تنظيم هذا المؤتمر في نسخته الثانية في إطار دعم جلالته الدائم للعمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي مشيدا بجهود فخامة الرئيس الفرنسي إمانويل مكرو وحرصه الدائم على دعم ومساندة الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ودول المنطقة وتكريس التعاون الدولي في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والعالمي ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نجدد تهانينا وتبريكاتنا إلى جمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة انتخاف وخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف رشيد رئيس جديدا للبلاد ودولة السيد محمد شيع السوداني لاختياره رئيسا للوزراء متمنين للعراق الشقيق الأمن والاستقرار والنمى والازدهار معربين عن اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين بلدينا الشقيقين وتمنياتنا للقيادة العراقية بالتوفيق والسداد في تحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تفعيل مسيرته الديمقراطية والدستورية والحفاظ على أمنه واستقراره وتحقيق النماء والازدهار المنشود أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو والملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله حريصة دائماً على تعزيز التعاون والشراكة الدولية في دعم جمهورية العراق الشقيقة والمحافظة على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واستعادت دورها المحوري كقوة فاعلة وإيجابية في محيطها العربي والإقليمي والدولي وأننا لعلى يقين تام بأن أمن جمهورية العراق واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من أمننا القومي الخليجي والعربي وركيزة أساسية للاستقرار والتعايش السلمي والتكامل الاقتصادي الفاعل في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية من العالم إيماناً بما يجمعنا مع هذا البلد الشقيق بتاريخه وحضارته العريقة من قيم أخوية ومصالح مشتركة ووحدة الهدف والمصير وفي هذا الصدد تؤكد مملكة البحرين دعمها الكامل لجهود العراق في تكريس دولة القانون والمؤسسات الدستورية وتعزيز الأصلاح الاقتصادي وإعادة الأعمار ومواصلة نجاحاته في دحر التنظيمات الإرهابية المتطرفة والمليشيات المسلحة وعدم السماح بإساءة استغلال أراضيه في تهديد الأمن القومي العربي ورفع أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية أو انتهاك لسيادة وسلامة أراضيه داعينا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة الفاعلة بين جميع دول المنطقة على أساس مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل وفقاً للقانون الدولي وتغليب لغة الحوار والنهج السلمي في تسوية الخلافات ونبدل الدعوات المثيرة للفرقة والكراهية الدينية والطائفية ونود في هذا الإطار الإشادة بآلية التعاون الثلاثي بين كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وما تم الاتفاق بشأنه من مشروعات اقتصادية مهمة وأن نثمن الجهود المباركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق لتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في مجال الربط الكهربائي والنقل لما لها من مردود اقتصادي كبير على العراق الشقيق والمنطقة عمومها نؤكد شكرنا وتقديرنا للمملكة الأردنية الهاشمية وجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية المشاركة آملين خروج هذا المؤتمر الدولي بقرارات فاعلة وبنائة تعزز الشراكات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية بين بلداننا في تدعيم الأمن المائي والغذائي والبيئي وأمن الطاقة وتطوير البنى التحتية ومكافحة التطرف والإرهاب حتى ينعم الشعب العراقي الشقيق وشعوب المنطقة كافة بالأمن والسلام والتنمية المستدامة ختاما نسأل المولى العلي القدير أن يحفظ الأردن الشقيق آمنا مستقرا وكل الجهور قيادته الرشيدة لتحقيق تطلعات شعبه في النماء والازدهار شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته